دلوقتي الكلام هيبقى مختلف حبتين لانه الكلام اولا مع زميل عزيز وصديق عزيز وزميلي وصديق العزيز هو المستشار الاعلامي لدكتور زويل في السابق وقتا ان كان حيا يرزق رحمة الله عليه وهو المستشار الاعلامي للجامعة ومدينة زويل زميلي وصديقي شريف فؤاد منور ابن اخليك يا ويسي عامل ايه الاخبار انا بشكرك وسعيد بوجودك النهاردة لانه ده على طول ترجمة حرفية لدور الاعلام الذي يخلق له ارضا يؤثر فيها يعني صحيح عهدين بيك مش عشان احبك انت صديقي اعلامي الوطني محترم بتمثل جهة محترمة حريصة على اظهار المراكز المضيئة في هذا البلد الغالي على قلوبنا جميع ده ده مبنان العريق انا يمكن لفت لنظري جدا مسألة او بالاضاق ده اللي انا عايز اركز عليه الناس ما تعرفش دكتور زويل الناس او ما تعرفش مع حفظ اللقب والاحترام والتأدير والقيمة والحرارة الناس ما تعرفش غير دكتور زويل الناس ما تعرفش احمد زويل انت قابلته واقعدت معاه واقتربت منه جدا مين الراجل ده زي ما قلت لك في المداخلة التليفونية قبل كده الحديث عن الدكتور احمد زويل هو حديث زو شجون يعني وكمان انا بستحضر مقال مهم اوي كان كتبه دكتور محمد المخزنجي بعنوان شجون زويل وفتونه في ظرف معين كده ربما تيجي فرصة حكيه لك يعني في عجالة انا قابلت الدكتور احمد زويل سنة 2005 هو مشروعه كان بيحلم يعمل حاجة للبلد بعد حصوله على جهازة نوبل وطلب حتى من الدكتور مصطفى السيد وبعض العلماء في الخارج زي الدكتور فاروق الباز وغيرهم من هما يشاركوه هذا الحلم لاعتبارات كتير ما قدرش ينفذ المشروع بتاعه في سنة 2000 بعد ما تم تخصيص حتى قطعة ارض في 6 اكتوبر سنة 2000 يعني وتعطى المشروع الى ما بعد 2011 فصدر قرار بي احياء هذا المشروع هو كان بيحلم بمدينة علمية متكاملة تضم جامعة ومجموعة مراكز بحسية ومدرسة وهرم للتكنولوجيا يكون مسؤول عن اخراج نتاج البحوث العلمية الى عالم الصناعة لانه ده الغرض رئيس من البحث العلمي انك تعالج مشاكل المجتمع يعني هو كان مؤمن بما يعرف باقتصاد المعرفة بقولك انا لو البحثين عندي نجحوا في صناعة عقار صغير اقدر ادخل لمصر مليارات الدولارات كان عنده ايمان بالعنصر البشري في مصر غريب جدا وده لمسته لما تعرفت عليه سنة 2005 هو دايما يقول لي انا يطلب الاصدقاء يعني عايز الرموز المضيئة او الولاد المضيئين اعود معهم واشوف فكرهم واحلامه ازاي لمصر يعني في 2012 كان عندي حظ صدفة بحتة سيد احمد انيس وزير الاعلام وقتها طلب مني اسافر مع الدكتور احمد زويل الى تونس فتوتلت علاقتنا جدا ورجعنا طلب مني مسشار اعلامي فرشحت له احد انا مش في ذهني الحقيقة ان هو يعرض عليها العمل وخصوانا ما اشتغلتش هذا العمل قبل يعني اللي غاية ما طلب مني اشتغل مع مسشار اعلامي في التوقيت ده كان عنده تعبير زريف اوي انا كنت متصور اني مش احتاج اعلام ولا قانون في مصر لما جيت اشتغل ليتني محتاج مسشار قانوني ومسشار اعلامي طبعا رحمة الله علي واستاذنا الكبير رجاء اعطيك المسشار القانوني وانا اتشرفت باني كنت مسشار اعلامي قربنا جدا من بعض لاني وجدت في هذا الرجل اخلاص منقطع النظير عشق التراب مصر لا تتخيله يوسف رغبة حميمة في انيون اللي كل خبرات وكل علم على مدى اكتر من اربعين سنة في الخارج بيقاتل حتى الرمق الاخير بدأ يجوب العالم كله اليابان امريكا اوروبا يجمع الباحثين والشباب الكويس عشان يعدهم مرة اخرى الى مصر انشأ المراكز الباحثية في الاول ثم جمعت العلوم والتكنولوجيا خد مقر صغير الحياة جوه البلد وبعدين اعيد تخصيص الارض اللي هو حط عليها حجر اساس سنة 2000 علشان يشتغل منها حصلت مشاكل زي ما انت عارف وتجاوزنا هذا الامر في ظل الظروف دي تعرض الى الحقيقة اختبار صعب جدا بسرطان النخاع العظمى هو جاي وقع في مطار ميونخ جاي القاهرة جري عليه الدكتور محمد غنيم علمنا الكبير اكتشف المرض رجعه تاني امريكا وبدأ مرحلة علاج دي كانت سنة ونص صعبة جدا للمشروع اكتمل وللجامعة طلعت وللمراكز البحثية والمشروع كان اول نوع اول مشروع من نوع اف مصر شراكة بين الشعب المصري وبين الحكومة الحكومة دعمت وقدمت الارض والدكتور زويل جمع تبرعات عشان يبني ويعلم الولاد فالبعض سألوه انت ليه بتعمل في نفسك كده ما انت استاذ عظيم واسمك علم وسبعين طراف اخرية وثلاثمية وخمسين ورقة بحسية ليه ما تعدش في امريكا انا عندي دين تجاه بلدي عايز اقديه انا تعلمت نيلت قصة من التعليم في ابتدائي وعدادي وسنة وحتى الجامعة بشكل كويس وخرجت الحقيقة فضلة بلدي محتضناني حتى لما خدت جايزة نوبل حصلت على قلالة النيل وكرمت ايومة كريم في بلدي فكان فكرة خدمة مصر بالنسبة لدكتور زويل هو امر حاكم كل يوم كان حبك ليه وامانك بمشروعه يزداد من خلال تصرفاته مفيش حاجة بتثنيه عن المشروع تواجه عقبة تواجه بيرقراطية تواجه بعض الخروج عن النص وهجوم من الناس البعض مغرد والبعض الحقيقة ما عندوش معلومات كاملة وهو لا يتراجح مصر يخدم مصر وعنده ايمان انه مصر مش هتنهض إلا بولادها بالعنصر البشري بالشباب كنا احنا امه شابة فالحقيقة كل ما تقترب منه يوسف تجد هذا الرجل زي ما كان بيوصف الدكتور احمد عكاشا صديقه الصدوق انه لا يمكن تقابل شخص بهذا الذكاء الاجتماعي يعني ذكاءه العلمي امره مفروغ منه لكن ذكاءه الاجتماعي بقى ده حاجة الحقيقة طلب مني الحقيقة ان احنا نبدأ نرود للمدينة والمشروعها ونفاهم الناس ازاي انه مصر تبقى على الخريطة بالعلم مرضه الحقيقة حال دون ذلك لانه قاعد سنة ونص كاملة ما ينزلش مصر منهم اول ثلاث شهور كانت الاطباء عزلينه تماما عن الاتصال بمصر لانه كانوا شايفين ان اتصاله بمصر سبب من اسباب انهيار منعته هو مرض مناعي بالاساس فكان فيه فريق الطبي طبيب مصري اسمه هاني كان احيانا بيهرب له التليفون علشان يتواصل معي او مع مقتها مع الدكتور غنيم او دكتور عكاشة يشوف ايه اخبار المدينة في ظل المشاكل اللي كانت موجودة والجامعة اشتغلت والانه فالحقيقة الراجل قال له وانا سمعت المكالمة دي هو حط التليفون تحت سريل قال له طول ما انت على تواصل مع مصر مش هنقدر نساعدك مش هنقدر نعالجك يعني قال له والله اذا كانت مصر ومساعدة مصر سبب اني اقدم ليها عمري فانا مستعد يعني الحقيقة زي ما قلتها قبل كده انا الموقر ده اثر فيها جدا وبعدين لما ازدادت المشاكل قال لي بص احنا هنخدم بلدنا لو من الصحراء وكلم المسشار عدلي منصور وقتها كان رئيس الجمهور المؤقت طلب منه تخصيص قطعة ارض تانية لبدء مشروعه من جديد وزارة الدفاع في عهد مشير عبد الفتاح السيسي بقى الحقيقة تبنت الفكرة وساعدت المشروع بشكل كبير والوحيد اللي كان يسأل عليه ممكن من مسؤولين المصريين وقته برضه هو كان يقول لي كده يعني انا ما كنتش بابقى جنب الدكتور زويل في لوس انجلوس لكن هو قال لي انه سيد الرئيس كان على اتصال دائم بيه اول زيارة عملها لمصر بعد المرض كان عنده معاد خاص مع السيد الرئيس يوم 4 سبتمبر انا متذكر جدا 2014 وبعدين يوم 6 سبتمبر السبت كان يبقى فيه اكتماع الشامل للجنة الخبراء والاستشارين العالميين فقال لي انا رايح اقبل الرئيس تأتيجي معي فأنتقف عندي يعني الدكتور زويل وانا معديش تصريح وقال لي طلب من عمل تصريحي يعني ورافقته في الزيارة انتظرت طبعا في الاستراحة لغاية ما خلص المقابلة كانت 45 دقيقة يوسف امتدت او مقرر ليها 45 دقيقة امتدت قال لي بص انا اتطمنت على البلد تي قال لي بص انت عندك رئيس مخلص صاحب رؤية وبعدين سيكت شوية دور على التعبير التالت فقاله بالانجليزية يعني يعني رجل افعال رجل افعال قال لي اوه رئيس سيعمل كذا وده تعليمات بكذا نعم متفائل والمدينة مش هتنهض البلد تيه ربنا قاعد لها هذا الرجل للنهوض بيها هو الحقيقة هو كان كتب مقال مهم جدا كان له راجع صدق مهم بعد 36 تعرف الهجوم واهل الشر فهو قام بدور مهم جدا مع الاعلام الغربي في توضيح حقيقة ما حدث في مصر بعد 36 طلب منه يلقي محاضرة في النادوة تسقفية القوات المسلحة شفته عمري ما كنت مشوفه متوتر زي الفترة تيه لانه كان قاعد يجمع سلايز وأعظم ما توصل إليه وشغله مع الرئيس أوباما علشان يقدم خلاصة هذا العلم للسادة الدباط اللي حاضرين هذا السيد الرئيس كان حريص انه يجي الحقيقة منفردا يحضر المحاضرة ويعطي تعليمات انه تنتهي مدينة زويل في غدون سنوات قليلة وكلف الأهيئة لان سرقة مسلحة اللون ما عندناش مشكلة في الفلوس يعني الدكتور زويل معاه فيش مشكلة ما معهوش احنا هندفع حال فالحقيقة انه في 2016 سافرنا له لانه الجامعة كانت بتحتفل بعيد ميلاده السبعين ومناسبة مرور أربعين سنة خمسة نوبل منهم روجر كومبرج ده كان واحد من أهم الكيميائيين هو وصف الدكتور زويل انه أحد أهم أو هو مؤسس علم الكيميائي الحديثة أو مكتشف علم الكيميائي الحديثة الدكتور زومبوم اللي هو رئيس الجامعة كان أستاذ فيزيا في شيكاغو قال إحنا النهاردة مش جايين نقول لدكتور زويل شكرا على الفات إحنا جايين نقول له إنت هتقدم لنا إيه وإحنا سعداء إنه عنده انتماء لوطن الأم وإنه حريص على فكرة نقل كل عمله في كالتاك إلى مصر كنت أخذت جولة في المدينة وعرفت قصة صحية ميكروسكوب رباعي الأبعاد وطرابيست الليزر وده كان شرط من شروطه مع الشركة المنفذة إنه لازم نسخة من الميكروسكوب تكون موجودة في مصر فالحقيقة هو إيمانه بمصر وبشباب مصر هو اللي وصلنا للمرحلة دي دلوقتي إنه الماكانة طلعت وماش زي ما بنقول هقولك بس مثل بسيط لما روحت له كالتاك لقيته راكبة عربية مكتوب عليها نو مصر نيو مصر مصر الجديدة فقول له إيه يا دكتور قال لي لا أنت متعرفش بقى اللي قبل كده فجاب لي العابيته القديمة مصر قال لي لما جبت عربية جديدة مصر بتبنى من جديد دلوقتي يا شريف والرئيس السيسي بيبني مصر الجديدة وأنا مؤمن من مصر الجديدة لا يسمع في عربيته إلا أم كلسوم ولا في مكتبه تدخل حتى مكتبه مكتب صغير كده تلاقي فيه ولها أثر مصرية وصور لبرديات وما إلى ذلك يجي مصر كل سهراته وأعداته على النيل ويسمع أم كلسوم وما عندوش حاجة عايز يعملها في الدنيا غير أنه يشوف مصر نهضة إعلامية من خلال مشروع يتعاون فيه مع المراكز البحثية والجماعات المصرية المحترمة اللي موجودة علشان ينهب بهذا التعليم كان حريص على إنه يقدم خلاصة علمه لهذا الوطن علشان كده موتوا كان صادم كلنا بالنسبة لنا الحقيقة أنا من عجائي بالقدر يوسف إنه أغسطس 2015 كانت آخر زيارة الدكتور زوير إلى مصر اللي ألقى فيها أو حضر فيها النادوة تسقفية القوات المسلحة ثم بعد عام بالظبط في أغسطس 2016 عاد جثة هامدة يمكن أنا حكيت لك قبل كده إنه كان حريص على إنه يشتري مقبرة قريبة من المدينة علشان يدفن في فرل وبرضه قلت لك قبل كده الحقيقة إنه أول تليفون تلقيناه يعني الأسف الشديد كانت مهمة صعبة جدا على نفسي لما تواصلت معي الأسرة وطلبوا مني إعلن خبر وفاته كنا في التزام كان الشباب للبرنامج الرئاسي عندهم جلسة كنت بادرها لوزير التعليم العالي ووزير التعليم فخرجت استقبلت التليفون وبلغت الحقيقة الألزمة كان أول تليفون تلقيته كان من اللي هو مصطفى الشريف وقتها رئيس دي وانا السيد الرئيس الجمهورية وقال لي إنه السيد الرئيس قعطى تعليماته بإنه يكون فيه جنازة عسكرية طبعا الدكتور زويلي لحصوله على قلادة النيل بالإضافة إنه إحنا كان عندنا مشكلة في عودة الوثمان لإنه مفيش تغيران مباشر من كاليفورنيا إلى مصر فالحقا توجيه برضو كان من الرئيسة للوزارة الخارجية إنه لازم دكتور زويلي يرجع بشكل مكرم صال مع أسرته كل الأسرة تيجي بالشكل اللائق وتم إرجاء عملية الجنازة من 2 أغسطس إلى 6 أغسطس قوات المسلحة تسلمت الجسمان في 5 أغسطس بعد وصوله قوات الجوية المستشفى تاني يوم تعملت له جنازة الحقيقة كل وكات الأنباء والعالم كان بيتكلم عنها وعن تكريم مصر لابن من أبناء أعتقد أنه كان يستحق أنا كنت أتمنى أن الدكتور زويلي يكون عايش دلوقتي ويشوف ولاده بعد ما تخرجوا الشباب 2017 و2018 أظن أنت أخذت فكرة وتقدر تعبر أفضل مني عن اللي أنت شفته وعن الشباب العظيم اللي غير وجه الحياة في مصر الحقيقة والله أنا بفتكر يا شيف أنه ما فيش حد هيقدر أنه يعبر عن الولاد دول وحجم الإنجاز اللي اتعامل عشان يخرج لنا ولاد ونمازج بالشكل ده لأنه التعبير الحقيقي هيبقى الإنتاج العملي بتاع الولاد دول وإضافتهم للعلم بشكل عام إضافتهم للإنسانية يعني على ما يبدو مش هو مش على ما يبدو هو ده الواقع الدكتور أحمد زويلي رحل عن الدنيا لكن هو ساب إرث حقيقي ده أقل حاجة فيها الإرث اللي سابه هم الولاد اللي ماليين هذا المكان أنا أعيز أشكرك جدا 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 على الوقت وأشكرك على المجهود اللي بازلتوا معنا من صباحية ربنا لأنه لازم مش هجي بعرف إن الحلقة دي احنا عمنا نشتغل فيها تقريبا سبع ساعات إلى عشر دقايق وشريف ما سابناش ولا لحظة الحقيقة فأنا شكرك مرة تانية أنا أشكرك شكرا جزيلا بديك شكرا لكم كلكم